اشتركوا في القناة اعاده الله عليكم بالصحة والعافية يقول تعالى في محكم كتابه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي الروايات ان كل الكتب السماوية التوراة والانجيل والزبور والصحف والقرآن انزلت في شهر رمضان المبارك انزلت هذه الكتب لتقرأ وقرآن انفرقناه لتقرأه على مكث الكتب تنزل لتقرأ القرآن اعظم الكتب السماوية والقرآن اعظم كلام كلام الله اعظم الكلام الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول اذا احببت ان تكلم الله فصلي واذا احببت ان يتكلم معك الله فقرأ القرآن عندما نقرأ القرآن نستمع الى كلام الله يكون الله يكلمنا ومنطقيا وعقليا على قاعدة منطقية الكتاب او الرسالة انما ينزل لنقرأه والقراءة هي مفتاح التدبر مفتاح التعقل مفتاح الخزائن الموجودة في القرآن الكريم وفي الكتب السماوية وافضل مفتاح لقراءة القرآن وافضل مفتاح للانتهاج بنهج القرآن الكريم هو ان ننهل من امناء الوحي من امناء القرآن من الامناء على حفظ القرآن من اهل البيت عليهم السلام من النبي ومن اهل البيت عليهم السلام الذين حثون على قراءة القرآن والقرآن أيضا حثنا على قراءته ولأننا في هذه العجالة لا نستطيع الإحاطة بكل شؤون القرآن سنختصر على مجموعة الروايات على دلالة الروايات عن أهل البيت عليهم السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله فقد ورد الحث على قراءة القرآن والتدبر في آياته وأن نجعل لبيوتنا نصيبا من القرآن كما في الحديث فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتلألأ لأهل السماء كما تتلألأ النجوم لأهل الأرض وأيضا أن لقارئ القرآن دعوة مجابة فعند ختم القرآن عن أمير المؤمن عليه السلام إذا قرأت مئة آية من القرآن أي قرآن شئت ثم قلت يا الله سبع مرات فلو دعوت على الصخر لنقلعت ختم القرآن لختم القراءة دعاء مستجاب عندما تختم قراءة القرآن لك دعوة مستجابة أيضا في الروايات أن من قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة ومن قرأ تمام القرآن فقد أوتي تمام النبوة القرآن هو الشفاء وقراءة القرآن عامة في كل الأيام خاصة وخاصة في شهر رمضان من باب يعني الإحياء إحياء المناسبة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لتكن قراءة القرآن في شهر رمضان من باب إحياء المناسبة وهي مناسبة نزول القرآن في شهر رمضان ليلة العمل فيها خير من ألف شهر ميزة هذه الليلة ليلة القدر أن القرآن أنزل فيها أنزل في ليلة ليلة مبارك فليكن التأسي بهذه الليلة تأسيا أو احتفالا بمناسبة نزول القرآن نحيي مناسبة نزول القرآن كما في أغلب الاتفاقيات التي تعقد بين الناس يكون تاريخ هذه الاتفاقية مقدس فليكن شهر رمضان تاريخا مقدسا نحيي فيه ذكرى مناسبة ذكرى نزول القرآن الكريم وفي شهر رمضان وفي الحديث في قطبة الرسول صلى الله عليه آله في وداع شهر شعبان واستقبال شهر رمضان ومن قرأ فيه آية من قرأ آية في شهر رمضان كان له أجر مثل من ختم القرآن في غيره من الشهور وفي هذه المناسبة أيضا لا ننسى أمواتنا من القرآن فعندما نختم القرآن فعندما نختم القرآن نضع هذه الختمية بين يديه صاحب العصر والزمان هدية لروح جده ولأرواح أجداده الأمة ولأرواح شهدائنا وأرحامنا والمؤمنين جميعا عظم الله أجوركم تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أعاد الله هذا الشهر علينا وعليكم بالصحة ودفع البلاء وتقبل الأعمال ورحم أمواتنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة